اهلا بكم نظم مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والمركز العربي لريادة الاعمال والاستثمار التابعين لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو نظم الحفلة الختامية الافتراضي للنسخة الثانية من مسابقة أولمبياد المدارس ريادة الاعمال والابتكار الولوج لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 20-30 وذلك بالتعاون مع ادارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد حيث حصلت مدرسة الحد الثانوية للبنات على المركز الاول عن مشروع التعقيم في كل مكان أما المركز الثاني فحصلت عليه مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات عن مشروع الأنابيب الكهرمائية فيما حصلت مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين على المركز الثالث عن تطبيق دروس وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو البرنامج الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أيضا سيكون معنا في استوديو الدكتورة أمل الجودر مستشارة تعزيز الصحة بمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو نلتقي بهما ولكن بعد هذا التقرير مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين لما بدأت ثقافة مهارات القرن الواحد والعشرين أخذت على عاتقها أن تنشرها كثقافة وكفهوم بين طلباتها فصار هناك توافق بين ما يطرحه اليونيدو من مسابقات ومشاركات مع هذه الثقافة وخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة اسم الموقع دروس وموقع يتيح للزار أو الطالب مشاهدة الدروس أو الدورات التدريبية عبر مقاطع الفيديو وموقعنا يدعم أهداف التنمية المستدامة وهي أربعة ثمانية تسعة وسبعة عشر استعنا بالمنسق الداخل المدرسة أستاذ إبراهيم أمان والمنسق الخارجي والاستشاري للمنظمة اليونيدو يساعدونا في العمل حتى لو بعد المسابقة بداية العلاقة في هذا المشروع من العام الماضي مع بداية انطلاق مسابقة أولمبيات الابتكار والإبداع واستطعنا الحصول على المركز الأول العام الماضي وأيضاً هذا السنة شاركنا بثلاثة مشاريع بداعية ولله الحمد استطاع مشروع دروس أونلاين أن يحصل للمركز الثالث مشروعنا هو سنتازر أنيبليس أو ساب مشروعنا فكرتنا أن يتكلم عن أغلف الهاتف متعددة لإشكال والتصاميم يوضع فيها معقم عشان يحمي التلفون والجسم من البكتيريا والفيروسات والفطريات مشروعنا هو عبارة عن هايدرو إلكتريك تيوبز أو الأنابيب الكهرومائية وهو عبارة عن تطبيق للطاقة الكهرومائية ولكن بطريقة أخرى وهو عبارة عن استغلال المؤزات في المغاصل لتوليد الطاقة رضيفة وبأسعار معقولة مشروعنا يحقق أهداف التنمية المستدامة 7-19 نحب أن نعلم جميع الفائزين والمشاركين في هذه المسابقة أهلا بكم من جديد مشاهدينا وباسمكم مرحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والدكتور أمل جودر مستشارة تعزيز الصحة بمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو مساءكم الله بالخير السلام الله بالخير يا الله وسهلا سعادة وجودكم معنا هذه السنة الثانية لأولمبيات المدارس دكتور هذه السنة تميزت عن غيرها يمكن عن السنة الأولى أو التجربة الأولى بأنه كان في جزء منها عن بعد يعني تمت التطبيق المسابقة عن بعد في البداية كلمنا عن هذه المسابقة التي تسعون من خلالها لتهية الطلبة للولوج إلى مهارات القرن الحالي ويعني أهداف عشرين ثلاثين شكرا لك علي في الحقيقة الأولمبيات المدارس للابتكار وريادة الأعمال ولولوج لأهداف التنمية المستدامة هي بدت من سنتين لكن نحن عندنا هذا البرنامج وهو كان برنامج ريادة الأعمال نطبقه مع وزارة التربية منذ أكثر من 17 سنة عندنا منهج كان بدنا نمع المدارس الصناعية والمدارس التجارية وكان يمكن هو أول منهج يدرس في كل الدول العربية ومنها كنا ندرس النموذج البحريني لريادة الأعمال داخل المنهج نفسه وكنا حتى قبل 8 سنوات عملنا معرض كان للمشاريع مهلا الطلاب وحضرة كان معالي وزير التربية نفسه أستاذ نعيمي جينا قبل سنتين لأنه صار الابتكار هو جزئية أساسية من ريادة الأعمال نفسه والابتكار كان هو كان نسميه كور اللي هو الابتكار في الاختراعات بشكل عام أو الابتكار هو الابتكار السوفت هو أن الشخص يبدع ويبتكر في أي مجال كان في مجال الطبخ كان في مجال الزراعة كان في مجال الصناعات الحرفية لكن يجب أن يكون مبتكر فبدأنا في العام الدراسة 2018-2019 بدأنا كانت تجربة كان برنامج نموذجي لأنه دخلنا تعزيز الابتكار والابتكار طبعا هو ما ممكن يكون هو منهج نظري لازم يكون فيه تفاعل وعملي وهو أيضا أنه يجب الطلاب يفكروا خارج الصندوق يعني يفكروا حتى في أشياء خيالية لكن هو يفكر بالتفكير غير نمطي وطبعا دمجنا برياضة العمال لأنه في النهاية أي فكلة مشروع ابتكاري يجب أن طرى النور أو تدخل السوق فكان لدينا ندمج رياضة العمال مع الابتكار فأخذنا الأربع محافظات أخذنا تمانية مدارس أربع بنين وأربع بنات وكانت بصراحة التجربة كانت رائعة جدا وكان بردو الحفلة الختامي وتوضيع الجوائز نقول كل اللي اشترك نقول الطلاب كل اللي اشترك هو فائز ونعطيش هذا لأنه دورنا في هذه الفئة العمرية هي من 12 إلى 16 سنة هي تعديد الابتكار يعني نغرض فيه مروح الابتكار ولذلك قرر مع الوزير التربية أنه في العام الدراسي 19-20 أنه يعمم على كل المدارس الحكومية السانوية ولذلك اشتركت أكثر من 31 مدرسة يعني هذه الدورة الثانية كل مدارس الثانوية في البحرين 31 مدرسة واحد وثلاثين مدرسة تقريبا عبر المراكز الابتكار اللي هي موجودة في المدارس المدارس فيه مراكز فيه بعض المدارس فيها مركز فيه بعض المركز فيها مركزين والشارك حول 880 طالب وكان في حوال 169 مشروع الوصلت المراحل النهائية 69 مشروع لأنه طبعا نظم عندنا بعض الاشتراطات يتم تصفية المشاركية من 190 مشروع وصلنا إلى 69 مشروع لهم مشروع على حسب الاشتراطات وكل الأشياء التي كانت مطلوبة وفي المرحلة النهائية وصل 25 مشروع وال25 مشروع قيموا من طرف لجنة من قبل قبراء اليونيدو ومن سم رفعت إلى لجنة كانت من تمكين ومن وزارة الصناعة والتجارة وقبراء اليونيدو وعدد من رواد الأعمال كانوا تطوعين في هذا البرنامج الميزة بتاعت هذا البرنامج أنه هو شراكة حقيقية بين وزارة التربية والمركز العربي الدولي وريادة الأعمال وهو تابع لمكتب السسمار في مملكة البحر شنو معنا شراكة حقيقية يعني هذه الأعمال الطلابية سترى النور ممكن أن تسوق وتصبح من تجهات أكيد أكيد سترى النور لكن قبل ما نبدأ لنا البرنامج كيف شراكة حقيقية لأنه عندنا حوالي 360 أستاذ دربناهم في المنهي نفسهم شكرا أقول لك شراكة حقيقية فصار الأساذ هما نفسهم في كل مدرسة في أستاذ هو مسؤول عن البرنامج قال له أخذ شهادة من عندنا دورة وهذه الشهادة محتمدة من وزارة التربية محتمدة في الساعات الساعات التدريبية التدريبية طرف فدي أحطط حافز كبير جدا يعني الأساذ نفسهم أنهم يشاركوا في هذا البرنامج فالمقرر بيعطى للأستاذ وهو المقرر فيه فصول من أول السنة الدراسية حتى السنة الدراسية وبمشاركة طبعا الخبراء اليونيدي المستشارين للأعمال الوحدة منهم الدكتورة أمل وهم يباشروا مع المدرسة من اليوم الأول كيفية تنفيذ هذا البرنامج وأيضا بشراكة مع تمكين مع البحرية للتنمية المجلس الأعلى للمرأة جمعية الابتكار البحرينية وعدد كبير من رواد الأعمال متطوعين كل مدرسة نخليل أتنين من رواد الأعمال هم يباشروا العمل من الألف لليان لأنه لازم شي نعزز الثقة في هذول الطلاب نعزز روح المواطنة روح المواطنة على أساس أنه نراويهم أن المؤسسات الموجودة في البحرين الخدمية كانت مالية وغيرها مالية كيف أنه هي لأنهم يجون هذه المؤسسات نفسها بنك البحرين للتنمية التمكين وزارة التجارة وإلى آخره يجعون محاضرات للطلاب ويراويهم أنه كيف يستفيدوا في المستقبل من هذه الخدمات وأيضا فيها كثير من الزيارات الميدانية أريدهم الحاضنات ريادات يمشوا البورسة بعض المصانع نفسها ورواد الأعمال بنفسهم يتكلمون عن قصص نجاحهم ويتابعون معهم حسب كل مرحلة من المنهج يعطونهم الحافظ نعم نموذج لهم إنه نجاح أنا بعد يوصل لرسالي إنه بعد ممكن أن نجاح إنه أنا قادر عن نجاح إنه في بيئة حاضنة خاصة البحرين يعني المشاريع الصغيرة والمتوسطة والميكروستارت وهذه احنا متميزين فيها جدا ومثل ما تفضلت بلاد كلامك أصبحت يعني النموذج البحرين يدرس يدرس ويطبق فكتنا بـ 52 دولة يعني يطبق يعني يطبق في الصين يطبق في الهند يطبق في تركيا الآن بدأت تطبيقاته في جنوب إيطاليا وتقريبا أغلب الدول العربية وعدد كبير من الدول الأفريقية وهذا باحتماد الأمم المتحدة إنه هذا من أفضل النماذج لتمكين الشباب كان سنة 2009 اعتبرته الأمم المتحدة إنه هذا من أفضل البرامج التي مكنت الشباب لأنه مكنت ملايين من شباب العالم ولذلك حتى في الاحتفالية العيد الخمسين لليونيدو من تأسيسها احتفلت اليونيدو بعيد الخمسين واعتبرت بعشرين سنة من نجاحات مكتب البحرين من هذا النموذج وأيضا كان هناك جائزة أحدث لجلالة الملك لرؤيته في تمكين الشباب طبعا من خلال البرنامج الإصلاحي لراجل الإصلاحي للاقتصاد البحريني كان الرؤية لجلالة الملك إنه الدفة الاقتصادية تحتل الشباب والشباب هم مستقبل الاقتصاد ومن ذلك الوقت إحنا لليونيدو دخلنا نسميها هذه الشراكة الاستراتيجية مع كل المؤسسات الحكومية للوصول أو للولوج لهذا الهدف جمي وبعد عشر سنوات وضح جدا إنه كيف مش فقط استفادت البحرين هذا البرنامج انطلق واصبح نموذج الآن مثل الفضلات أكثر من خمسين دولة دكتورة المشاريع المتأهلة تصفيات تسعة وستين مشروع نفذتها خمسة وعشرين مدرسة ستة وسبعين بالمئة من هذه المدارس مدارس بنات هل البنات أجرى في التفكير خارج الصندوق وأنهم يأتون بالتبكاء الابتكار والرياضة هذا أنا بعد شهاتي مجروحة حي لأن الحقيقة الرقم ملفت الرقم ملفت بس هو اللي صار عشان بعد أكون أنا يعني ولا مدرسات البنات أكثر اهتماما خلنا نكون هو طبعا هو هذه وارد بس بعد إحنا لما صارت لما ابتدوا يعني الـ 30 أو الـ 31 مدرسة أول ما يعني ابتدوا العمل معهم قبل الكورونا وقبل الفصل اللي صار لما صار الكورونا بعدين المدارس للبنين يمكن نصهم تقريبا ما شاركوا يعني انسحبوا فصارت حتى في النهاية إن عدد المشاركات من الطالبات أكثر اللي دشوا يعني اللي هم المسابقة يعني نحن حطينا لهم من الـ 125 نعم التاريخ محدد حق تقديم الأعمال وبعد عطيناهم يوم زيادة تذكر دكتور على أساس أن نعطيهم مجال ومع ذلك صاروا المدارس البنات تقريبا ممكن 99% من يعني ابتدوا المشروع واصلوا للنهاية في حين إن مدارس البنين ممكن 50% اللي واصلوا للنهاية فعلشان تذي صار اللي تأهلوا أكثر من البنات بسبب اللي شاركوا بعد هم كانوا أكثر من البنات لكن نسخة كورونا لكن بعد البنات طبعا أنا أكيد إنهم يتميزون لكن هنا في نقطة ممكن تشانتك مجروحة لكن إحنا حتى في عملنا حتى في البرنامج اللي نعمل مع رياضة الأعمال المشاركة مع السيدات 60% ونسبة النجاح مع السيدات 70% طبعا هذا بلعب دور كبير جدا اللي بلعب المجلس على المرأة وصاحبة السمو الملكة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم في تعزيزه في تنكين المرأة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ويحكف طبعا على الأهالي ويحكف فأنا أقول أنه يعني ممكن الدكتورة لأنه قم من مرأة سألها الشؤال عاوزة تقول أنه تبرر لكن أنا بعتقد أنه وبالمناسبة ما بس في البحرين هذه صارت ظاهرة ظاهرة عالمية أنه في مجال الانوفيشن والابتكار صاروا السيدات حتى في الولايات البتحدة الأمريكية يفوقون الرجال ويمكن لأن بعد البنات يفكرون أكثر بالجونب الأيمن من تفكير الإبداعي صح أن البنات أكثر ممكن الشباب يكون عندهم التفكير المنطقي والحسابي أنتي متحيزة للمرة ونحن متحيزين للمرة هذا شيء نعتز فيه في البحرين دكتورة ولكن نتحيز منصف لأنهم يستحقون بهذا التميز الولوج لتحقيق أهداف التنوية المستدامة 2030 كيف ممكن تتحقق من مشاريع كهذه دكتورة تستهدف شباب في فئة عمرية يعني مهمة جدا هم على نهاية دراستهم الأساسية وتوجههم إلى الدراسة العليا التخصصية خاصة نحن اليوم يعني في مشارف عصر متغير يعني اليوم التورة الصناعية الخامس نتكلم عن ناس تتكلم في الخارج عن ما بعد يعني التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وما ذلك مشروع مثل هذه هل ممكن يساهم في ظهور مبتكرين بحرينيين ناس تفكر خارج الصندوق تعتمد على المعرفة على العلم وما إلى ذلك بالتأكيد أكيد يعني أنت لما ادخلهم الطلبة في هذه مثل ما تفضلت في هذه المرحلة بالتحديد اللي هم مقبلين على دراسة جامعية اختيار تخصص دراسة مستقبل يعني بتدون يرسمون مستقبلهم المهني ممكن يكتشفون نفسهم بضبط يكتشفون نفسهم يكتشفون شقفهم يكتشفون شنو يحبون بعدين لما أنت تعيشهم في هذه الأهداف لما نشرح لهم هذه الأهداف التنمية المستدامة 17 هداف يتشفون أنه طبعا أنه ما أخذ تقريبا كل المجالات الحية ما أخذ الأشخاص ما أخذ الشراكة ما أخذ الاقتصاد ما أخذ الازدهار ما أخذ البيئة فأنت تطلعهم يعني كأنك أنت تنخلهم وتشكل عندهم ثقافة أنهم يحسبون فعلا أن الأهداف التنمية المستدامة ترى كلنا مسؤولين عنها مو دولة ولا منظمة الأمم المتحدة كل فرد فينا مسؤول عن دورة الأسرة مسؤولة المدرسة إلى آخر فبالتالي أنت لما تعطيهم وما تخليهم يفكرون حتى هم مشاريعهم لازم كل واحد يكون مرتبط بهدف أو هدفين أو ثلاثة حتى من أهداف التنمية وشفناها من نحن وانثما تفضلت التكنولوجيا والثورة الصناعية الخامسة ياي ياي وكانت متوقع أن يتأخذ لهم كان عشر سنين الآن جائحة كورونا خلتها في أيام مشهور خلتها أمر واقع بالضبط يعني خلتها يعني ما في حتى استعداد لها يعني تلحق ما تلحق والحمد لله إحنا البحرين لأننا عندنا بعد بنية تحتية تساعد حق على هذه الاتصالات وعلى الثورة الاصناعية وعلى التكنولوجيا وغيرها فصار التعليم من بعد والعمل من بعد والاجتماعات المرئية وتسخرت كل الإمكانيات طلبتنا البحرينيين حقيقة يعني مبدئين يفكرون فعلا يعني حتى جائحة يعني حتى بعضهم قيروا مشاريعهم يعني كانوا بدين بمشروع ولما يات جائحة كورونا قيروا المشروع مالهم بحيث أنه يتزامن أو يتناسب مع جائحة كورونا مثل ما تشاهدون المركز الأول المعقم مثلا في أحد بعد اختار يعني صممنا يكون كمام والكمام هذه لنوع من بحيث أنه يجدد حتى الهواء يعني فيه سيستم لا فيه نظام نظام تهوية بالضبط نظام تهوية وغيرها فهذه قبل ما كانت في بالهم هاي الفكرتين يعني على سبيل المثال أنا استوقفني مثلا مركز الثالث تطبيق دروس بالضبط يعني هو جاء ليؤدي مهمة الآن هي مطلوبة أصلا وسو تنفذ يعني تنفذ حتى من خلال المسابقة تنفذ مشاريع كثيرة يعني مثلا في سبون حق سمارت سبون ولا شي سمونها حق الأعمى يعني أنه ممكن تعطي فيه حق الأصام أن تتحول الكلام إلى إشارات مرئية طيب كلها مشاريع طلبتنا كلها مشاريع طلبة طلبة الثانوية البحرانية طلبة الثانوية يعني مجرد الفكرة فندق حق الحيوانات يعني حتى مثل ما قال الدكتور حتى لمو شرط أن يكون الفكرة نفسة تطبق أو نهي خيالية بس إنما هو تمرين على أن أنت فعلا فكر بفكرة قير عودية بس إنما خلك تفكر لأن مصيرك تطيح على الفكرة اللي هي تناصبك والتي تدير تحققها وتقدر تطلع بها وترفع بلدك معاهم دكتور شلون لقيتوا ابتكارات الطلبة يعني هل مثل ما تفضلت الدكتور أنهما عادوا يعني كان فيه شيء من المرونة عادوا حتى مشاريحهم اختيارهم للمشاريع شلون لقيتوهم بالنسبة للنسخة وجزء منها عن طريق التواصل عن ذلك نعم أنا في الأول أريد أن أرجع لموضوع الهداف التنمية المستدامة يعني ليه نحن ربطنا هذه المسابقة بهداف التنمية المستدامة مثل ما تفضلت الدكتورة هداف التنمية المستدامة كل فرد في هذا الكون هو جزئية من هذه الأهداف تبتدي من الفرد لأنه هما نسميهم الخمسة بيس الأساس فيها هي الإنسان فالإنسان يبتدي من النشأ من هذه المرحلة الدراسية فهما من الحين لما يبتدوا يتعلموا ويعرفوا شو أهداف التنمية المستدامة السباعتاشر كاملة وإنه هو لما نعزز فيه ثقافة الابتكار إنه هو كيف يبتكر بأي شكل كامل وفي نفس الوقت ننقله للمواطنة على أساس أنه أنت أبتكر وهناك الدولة وحتى القطاع الخاص يدعمك ضي ما تفضلت أنا كل الجهات اللي موجودة اللي موجودة في البحرين لذلك كانت شراكة بين كل هذه الجهات اللي تكون موجودة في هذا البرنامج لذلك يعني إحنا وجدنا إنه إحنا صراحة إحنا في يعني عندنا تقارير أسبوعية مباشرة بيننا وبين الوزارة التربية وكل شهر نجي نقيم العمل إحنا صراحة أنا أقولك صراحة إحنا نبهرنا بأفكار الشباب نفسنا من البداية وزي ما تفضلت الدكتورة أول ما دخلت جائحة الكورونا كيف هم لأنه كانت المرحلة الأولى هي المرحلة النظرية المرحلة الثانية من جينا في فبراير لأنه مفروض كانت تستمر لحد مايو كان هي خلاص تحديد فكرة المشروع وخطة العمل منهم مباشرة يغيروا فكرة مشروعهم هم الكانوبة أو جابوا فكرة لأعلاقة بالي هم شايفينه حوالينهم وهذا هو الابتكار صحيح يعني هم بروحهم اللي جابوا هذه الأفكار يعني هذا اللي يفسر الحاجة أم الاختراع يعني هاي تطبيق عملي وهنا يعني أنا أنا طبعا كمسؤول في الأمم المتحدة أقول يعني البحرين نجحت نجحت أنه أنه هي في تربية إن شاء الله أجيال قادمة أحد كلها علاقة بالابتكار وهنا أنا أرجع مرة ثانية الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية اللي هو طلب ووجه كل الوزارات بالذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة وإلى آخره يعني سبحان الله وإحنا من بدينا أيضا كان في تفكيرنا وكان أنا تركيزي إنه باحتفالا بالمئوية التعليم في البحرين إنه كأول دولة في الخليج أيضا بدت التعليم النظامي إنه إحنا ندخل للابتكار في 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 هذا المنهج ووجدنا لأنه إحنا طبعا حتى نتكلم عن الابتكار الهدف التاسع اللي هو البنية التحتية والابتكار والصناعة هي مسؤولة عنه اليونيدو اللي هي منظمة الأول التحت للتنمية الصراعية فهنا دا وهنا إحنا كمان من البحرين إنه نوصل للعالم عبر اليونيدو إنه كيف دولة مثل البحرين تمكنت من تعذيذ الابتكار عند النشاء عند الطلاب يعني إحنا مرسلنا أو مباشرة أول ما طلعت الثلاثة فرق الفائزة رسلناها لليونيدو في المقر الرئيسي في فيينا ورسلناها للقسم بتاع التسمار والتكنولوجيا أشادوا بشكل غير طبيعي بهذه التجربة ومباشرة بالذات كان المركز الأول اللي هو المعقم عبر التلفون النقال وإحنا الحين قاعدين نكمل بروفايل كامل إنه هو حيروجه لكل مكاتب اليونيدو لأنه نحن نصل إلى بروتوتيب الحين هي فكرة فكرة رائعة يمكن ما حدا فكر فيها شلون تحولها الآن لمنتج قابل لمنتج فعلى شركات التلفونات الأبل لكن قبل هذا عاوزين نعملها باتنتين في الأول شغالين على أساس أن نأخذ الأشياء القانونية الأساسية وبعد ذلك نطرح الفكرة على المطورين اللي جات من مجموعة من طالبات يمكن سل عمرهم زي 13 أو 14 سنة هي الأفكار داما تبدأها كذا تبدأ بسيطة ثم يتلقفها الشخص يجد فيها أنها قادرة على أنها تكبر وتكون واقعية وتكون مفيدة لكل شلون تقيمين دكتورة اتجاه نحو تعزيز الصحة والحفاظ على البيئة في هذه المشاريع لأنه في مشروع وأنا كنت أجراهم بشكل سريع اللي هو يعني إعادة تدويل يعني أعتقد الأنابيب واستخدامها بشكل مختلف داخل البيت نفسه وما إلى ذلك طبعا هناك كثير مشاريع لها علاقة بالصحة من ضمنها أو للبيئة استخدام هذه المياه مثلا بدل ما تروح أنا أيدها أن أستخدمها حق الزر في بعض المدارس حتى تابعي أن تسوي حتى من الوجبات الصحية حق المدرسة فهذه بعد يعكس أن الوعي الصحي حين زاد يعني حتى من عند الطلبة وصار حين مثلا مسألة الرياضة أو مسألة البيئة أو مسألة الأكل الصحي يعني شوية شوية قعد يصير يتحول إلى نمط ونحن فعلا إن شاء الله نتمنى أن هذه بعدين تشر أكثر وأكثر ويصير ثقافة ويصير أسلوب حياة بحيث لكن اللي فعلا اللي فعلا اللي لاحظن أن البيئة والصحة يعني والتكنولوجيا يعني سواء الأبليكيشن يعني كثير منهم بعد يعني مشاريعهم كانت لها علاقة بالأبليكيشن والتطبيقات الهاتف وهذه يدل إنه فعلا على تنوع أفكارهم ويعني وتوسع مدراكم يعني ما عادوا إنهما يعني بس قاعدين يتشوفون شيء محدد لك إننا قاعدين يحاولون يربطون وهذه كلا اللي شجعهم أيضا أهداف الثانية المستدامة حكم إنه فيه الهدف الثالث مسؤول عن الصحة وعن الرفاه وعن الأنماط الحياة الصحية وأهداف اللي لها علاقة بالبيئة والإنتاج والمستهلاك المستدام هاي كل هالأمور يعني لما أنت تشرح لهم هذه الأهداف بتعمق وإنه يفهمون هذه كل هدف شنو يعني وشنو يخدم وشنو مجالات تطبيقاته أنت بعد تفتح يعني مداركهم إنه يشوفون أشياء ويحاولون يربطون يعني هذه وين يربط مع الصحة أو هذه مع الهدف الثالث أو هذه مع الهدف الثاني أو بهذه الطريقة فما في شك يعني حتى أنا حس أنه في التحكيم يعني إحنا في المرحلة الأولى حكمنا كان مكان سهل التحكيم يعني علشان في تقارب مستوى في تقارب مستوى وفي نفس الوقت تحس أن أنت شلون بس أنه ثلاثة اللي يوصلون يعني تحس أن لا يعني كلهم أفكار وشون أحط أنا هاي الفكرة أكثر من هذا وشون أعطي هذه علامة أكثر من هذه العلامة لذلك إحنا من الأول تكلمنا وإنه إحنا مش هو هذا فائز أو هذا خسران بس طبعا نحن نفس الحرة لكن كل من شارك هو فائز نعم دكتور يعني أنت أكيد تطلعون على التجارب الخارجية في الأمم المتحدة يعني في السابق كنا نقول أننا دولنا العربية بعيدة عن الإبداع بعيدة عن أن يطلع منها مخترعين إلا ما ندر وأن العقول المبتكرة هي عقول غربية في ناس تقول لك لا هي بيئات حاضنة إذا كانت البيئة حاضنة فالناس متساوين والعقول كلها قادرة أنت اليوم تتكلم يعني أن هناك الثورة الصناعية الرابعة الناس تتكلم اليوم عن الجي فائف يعني هو ليس سرعة الداونلود العالم كله رح يتغير هل وجدتوا أن في عقول أيضا يعني سواء في البحرين أو غيره ونتم تطلعين يعني العالم العربي هي أيضا لديها مثل هذه الملكات القدرة على الإبداع فيها ممكن يطلع منها مخترعين ومبدعين قادرين يغيرون هذه الصورة النمطية لا شك يعني أكيد جدا نحن طبعا يمكن نقول أنه في خلل في الوطن العربي في عملية استصدار التكنولوجيا استصدار يعني التكنولوجيا بشكل عام وطبعا نراجع لأسباب لأنه عادة أنت بتحتاج الاستثمار بتحتاج إلى تمويل يعني دول وليس نقص عقول لا لا نقص عقول أبدا أبدا يعني هنا عندنا عندنا تجربة ثانية عبر الجامعات العربية نكون بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية للصناعة والزراعة والتجارة وكننا عملناها عبر المنتدى العالمي ورواد الأعمال الثالث اللي هو تتوظيف البحرين كان 2019 وده كان متزامنا مع مؤتمر ومنتدى المستثمرين العرب الثمنتاشر اللي هو عقد كل سنتين بس سنة العام الماضي في نوفمبر كانت تحت رعاية جلالة الملك كان في مملكة البحرين وكانت شراكة بيننا وبين اتحاد الغرف العربية أن يكون فيه منتدى للمستثمرين العرب ومنتدى عالمي ورواد الأعمال وكان هناك عدة فعاليات متصلة بهذا المنتدى كان مدة واربعة أيام فعملنا لأول مرة هذه اسمها الرالي الابتكار العربي وده كان للجامعات العربية وشاركت 19 دولة 19 فريق من الدول العربية وحتى المرحلة النهائية هم جوكانوا في البحرين ونحن عملنا لهم نوع من المركز العربي دولة العمل مدد خمسة أيام عملنا تحسين لخطة العمل ودربناهم على في الإلقاء وإلى آخره وكانت غرفة البحرين هذا أول مرة يصل في المنطقة العربية هي كانت سبونسرين كانت هي بمئة ألف دولار من غرفة البحرين ومنها جاد غرف أخرى ذلك غرفة الكويت وذلك غرفة اليمن والغرفة المصرية تبرعوا وصل حوالي 400 ألف دولار لهذه المجموعة الشباب العربي سألتني أنت عن العقول والابتكار يعني 19 فريق يعني الفريق الأول كان من لبنان هو سنسر للتعرف على بالذات البرس كونسر يعني كان يمكن الأول مرة رضع سنسر من هذا القبيل في مراحل الأولية وهذا مثلا فاز في المرحلة الأولى ومنها دخل إلى عدد من المسابقات الدولية تشار سرطان الثري في مرحلة أولى مبكرة جدا نعم شايف طلبة من لبنان من لبنان والمركز الثاني كان من 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 جمهاريات بصر العربية وواحد يعني عنده مشكالية في المشي يعني واخترع كرسي كرسي متحرك يمشي باللمس وجاب الكرسي نفسه كان هو يمشي بالكرسي هذا أثناء الفعالية نفسه يعني كان شيء يعني صراحة ألهم 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 الكل نعم فبالنسبة للعقول العقول موجودة والحين أنا بعد بكرة عندنا نزوم عن بعد مع جامعة الدول العربية ومع الاتحاد الغرفة العربية عشان نتكلم على الحلقة التانية لأنه حنواصل رالي العرب وطبع عنده كلها عبر المركز العربي الدولي ريادة العمال مع جهات الأخرى وعلى أساس أنه ستكون النسخة التانية في دبي أكسبو اللي هو كان أيضا الطلاب التلاتة فرق الفائذة كان مجرد دبي أكسبو إن شاء الله السنة الجاي سيذهب لأن دبي أكسبو تعجل سنة لو سألت قلت لي لماذا تعمل هذا الشيء لأنه لازم تكون في شراكة بين القطاع الخاص وهذا النوع من الفعاليات لأن الحكومات بذات حكوماتنا في الدول العربية مهما كان مهما قذرت قذرت تساعد ما حنصل إلى خطوات ملموسة في عملية الابتكار لأنه من ناحية تاني الفجوة في أهداف التنمية المستدامة هي تفوق 200 وشوية تريليون دولار وضح جدا أن الحكومات لا تصدق أن تقوم بهذا الشيء إلا القطاع الخاص لذلك التجربة من تحويلها إلى مشاريع قابل الاستثمار يعني كجزئية طبعا أنه هداف التنمية سأسامة كثيرة لكننا نتحدث نتحدث عن الابتكار لما قلت لك والهدف التاسع المسؤول عنه الأم اليونيدو فإحنا بشراكتنا مع القطاع الخاص واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية عاوزين القطاع الخاص يلعب دور في تعزيز الابتكار جميل وإن شاء الله نرى مبتكرين بحرينيين هذا اللي نحن نحلم فيه ونطمح لنشوف أسماه بحرينية وهناك مبتكرين بحرينيين لكن نتمنى فعلا أن يكون فيه نمو أكثر في هذا المجال هل هناك نية للتعاون أكثر مع وزار التربية والتعليم لإدخال مناهج مثل ريادة الأعمال كان هناك منهج صار حتى من قبل تكلم عن الدكتور 12 سنة 17 سنة كان حق حتى قبل أن أروحهم وأعرف اليونيدو بس كان موجه حق التعليم الصناعي الآن نحن لما بدأنا مثلاً بثمان مدارس حكومية ثانوية بعدين توسعت إلى كل المدارس الحكومية إن شاء الله السنة اليوم نحن نتوازعين حتى على المدارس الخاصة ندخل المدارس الخاصة في المسابق في التعليم يعني هي من خلالها هو المنهج إنما تناغشنا معاهم إنما قالوا ممكن يكون يعني ممكن يصير بس بيأخذ وقت أطوال وعلى بول تعذيره فمن هنا يعتفكرة مراكز الإبداء لأن كل مدرسة عندها مراكز الإبداء وكانت مراكز الإبداء اللي قبل تكلموا عنها يعني أكثره كانت اللي هي التغليدية الخياطة التصوير فلما قعدنا معاهم وشذيفة قلنا لا يعني الدكتور قال ملاحنا نبغي شيء يكون يعني أكثر في ابتكار أكثر في أشياء يديدة مو بأمور تقريبية يتناسب مع هذا الوقت للعين والعين وهما ما شاء الله عليهم يعني أفكارهم يعني حتى ما لما تسوي واحدة كوفي شوب مثلا أنت تقول كوفي شوب يعني أوكي شيء عادي بس بعد يبرزونها لك يعني اللي واحدة تبتحطها مثلا في قارب اللي واحدة تبتحطي مثل سبيس ما للفضاء يعني حتى الديكورات والأشياء اللي سوونها في يعني في إبداع طبعا هنا مهمة جدا هنا عاوزين سنة هذه إن شاء الله أنه نوصل الابتكار إلى بروتو تايب يعني طبعا نحن السنة الأولى كانت تجربة السنة الثانية وضح جدا أنه نعم هناك أفكار في أرض خصبة مشجعة بشكل خيالي فبالتالي عاوزين نصل بروتو تايب وعاوزين حتى المؤسسات المالية ذي البنوك والآخره أنه يشاركوا معنا في هذا الموضوع وطبعا عزيزي نطرح بأيضو مشاركة قيمة جدا تكون معنا مع الإعلام الهوت التليفزيون عشان كده نحن بارح كان عندنا نجمع مطول هنا على أساس أنه من أول السنة أنه يكون هناك حملة إعلامية حتى للطلاب نفسهم حتى ما نصل لحد نهاية السنة نعم نحن شاكرين جهودكم شرفنا وجودكم معنا اليوم مبارك للطلب الفائزين الكل فائز كل اللي شاركوا فائزين طلبة الثنوية ونبارك أيضا لهم لأنه خرجت النتائج يعني مؤخرة نتائج الثنوية العامة في البحرين في عام استثنائي شكل في البداية تحدي الجميع ولكن إن شاء الله بجهودنا كلنا استطعنا والله الحمد طلبتنا يتجاوزون هذه المرحلة شاكر لكم مرة ثانية أعطيكم العافية تشرفنا وجودكم الله يخليك مثلا عندي تنويه حي تكلمنا عن البحرين وما هو قادم في البحرين لكن في نفس الوقت الحين نحن قاعدين نتشاور مع جامعة الدولة العربية ومع اتحاد الغرفة العربية ومؤسس الشيخ محمد بن راشد لدعم الابتكار الشباب العربي إنه السنة القادمة كيف نأخذ هذه التجربة وننقلها إلى عدد من المدارس العربية الآن قاعدين نتكلم حاليا مع المغرب مع تونس مع السودان مع مصر يعني من البحرين أيضا عبر النموذج البحريني نسخة نموذج بحرين ثاني نموذج بحرين ثاني بس هنا دخلنا الابتكار مع ريادة العمل يعطيكم العافية الموفقين كل شكر وتقدير للحضور كما أشكركم مشاهدين مرة ثانية ونجدد التهنية لطلبتنا على تخرجهم في هذا العام الاستثنائي يعطيكم العافية وإلى اشتركوا في القناة